اذا حابب تجمع كوينز بمبالغ جدا هائلة بتوصل لمليون كوينز اسبوعيا فمالك الى موقع فوت كلاود اول موقع باللغة العربية بيدعم التجارة الالكترونية بحسابك وطبعا الطريقة امنة ومجانية 100% وطبعا كل اللي عليك انك تعمل حساب بموقعهم وتتابعهم على الديسكورد راح اترك لكم كل الروابط بالديسكريبشن سلام عليكم ورحمة الله باركاته بنار وستوري كاميرا معكم اليوم مقطع جديد وعنا اول فوت درافت في لعبة فيفا 20 واخيرا لعبة فيفا 20 نزلت وقررت اني اعمل فوت درافت طبعا هاي النسخة اللي هي النسخة اللي مع عنها اي اي اكسس تقدر تلعب قبل تاريخ صدورة تقريبا بكم يوم فالمشكلة انه لمدة محددة بس فما راح نقدر نضلع منلعب على طول فارح استنى تاريخ نزول الرابر للرسمي اللي هو تقريبا ممكن يكون 27 تسعة وايضا في عندي نسخة انشهارية بتنزل بـ 24 تسعة فمنقدر نلعب ان شاء الله من بعد بكرة فهذا الشي جدا حلو واللعبة تعتبر يعني تقريبا شبه رسمية بتقدروا تقوله نزلت فاليوم عنا اول تحدي فوت درافت فيفا 20 وهو تحدي فوت درافت انه نختار اقوى لعب طبعا اللعبة ببدايتها فاغلب البطاقات الموجودة هي البطاقات العادية مع شوية بطاقات انفورد للعلم ما لعبت ولا مباراة بلاعبة شوفوا السجل صفر 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 ما لعبت ولا اي شي بفيفا 20 لحد الان يعني فهذا تقريبا رح يكون اول درافت واول مباراة اول كل شي بفيفا 20 فلا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة ازا ما اشتركوا بالقناة ازا ما كنتم اشتركين ضغطين ما رح يخسروك شي لكن رح ساعدين فيهم بشكل كبير فخلينا ندخل يا حبيبي ونشوف التشكيلات اللي عندنا اوكي اه ماشي معقول نوعا ما ما في خطة في اجنحة اربع ثلاثة ثلاثة فالحرفان ازا رح ااخدها ولا لا بس اغلب اللعيب الممتازين هالسنة بمراكز الاجنحة حرفيا فخلينا ناخدها ونشوف يا اي يامي لي يا جماعة هو اول لعب وايكون طبعا الايكونات عادي يزا طلعوا لي حطلوا طليل اللعب اول منهم بس عندك بلاي بداية أسطورية يا جماعة وآيكون جدا رهيب طيب روح للجناح اليمين بركي بجيني ميسي مسلا بركي أنا إله إلا الله طيب هاي أول لعب 79 كيف متغير القوائم كله هون كان الريتنج يجي عن يمين هلأ صار على اليسار ماشي ماشي أوكي يلا نيمار طيب مسلا هون هوني ونيمار يشفلهم هو أول لعب هو أول لعب يا جماعة ثلاث لعبين برزيليين بالبداية كشكل الحظ أحسن بالسنة الماضية بالإدرافتات يمكن أنا هذا اللي ملاحظه يعني ولا لا والله غيرت رأيي شكلي شكلي غيرت رأيي خلينا ساكتين أحسن ماشي خلينا نكمل يلا ما عانت ليش هيك اللاعب السيئين صاروا فجأة بختار طبعا أنا أول لعب روح للسي أم بركي بجينا شي والله كلهم سيئين والله كلهم سيئين ما في لعب مثل الناس 79 هاتوا لعب مثل الناس بقى أرثر أرثر أول لعب على الأقل برزيلي بيشبك كمان فشي حلوك سي دي ام هون يارب شي آيكون مثلا تانتي وبوسكتس بوسكتس بطيء جدا فإذا بدي أخذه بيشبك مع أرثر فالسرعة تتنين وأربعين ما رح استفيد منها بأي شكل فباخد اللي هو كانتي روح السي بي يارب يجين شي راموس ولا فاندايك خالي تسعة وثمانية المشكلة التناغم ضايع ماشي بس غير عن هيك اللاعبين ممتازين أوكي عندك هوملس وعندك فرتونخين الدوري الإنجليزي أحسن صح من الدوري الألماني أنا هذا اللي شايفه بصراحة القلبي يارب يارب شي لعب ممتاز جوردي ألب بس سبعة وثمانين هو أفضل اللاعب بس التناغم بلش يعني بصراحة يضيع تسعة وستين بس شفتوا الحركة كيف هيك لما بصير الخط أخضر كيف؟ لا حركة حلوة بصراحة طيب الاربي بسم الله أزبي الكويتة كربخال كيميتش أول العب والله يا حرام ما بدي كيميتش فممكن والكر أو كربخال بس ممكن ميتش كيميتش ما في من يشبك معه أصلا هاي المشكلة بهذا التحدي أنه التناغم عندك رح يضيع طيب عنا ماركو أسنسيو ظن أنه جيد يعني في ناس لك أساسي حاليا بيزود للتناغم شوي شوف كيف الخطوط الخضر والله حلوة هي الشخصية الإضافة هي خاصية أنا بدي أقول الشخصية طيب هون رح يم ستيرلينج أكيد ما عندي شايفين ما عندي يجي من الدوري الإنجليزي مشان هيك أنا أزعلت كان هيك فعليا شي بداية أنه ما عندي أظهرة من الدوري الإنجليزي يا رب طيب أول لعب هون آه هذا لعب السيتي ماشي من نزل وظهير يمين ما في مشكلة على الأقل بيزود لتناغم شوي كمل يا حبيبي كمل يا حبيبي كارث بيلو ألابة وروبيرتسون آه مين أحسن شي؟ ألابة ما اللي محتاجه تمام روبرتسون رح نحتاجه ما في من يشبك معه بصراحة قلبه أحسن فرح أخذ اللي هو كارث بيل ما شي معقول طيب خلينا نكمل يا رب بس شي يضب الثناغم بس بوغبا يا السلام هاي اللعبة اللي محتاجة فعليا على اللي بيشبك أخضر مع كانتي مع ستيرلينج بيشبك ومع أغلب اللعبين كلي بالي مشكلة ما له شابك مع أي حدا أي قلب دفاع دوري انجليزي كيول يا السلام هو أول عبوا آيكون بنفس الوقت ممتاز 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 شوف التناغم هلأ من أربعة وثمانية قدير رح يصير ستة وتسعين ولسه مخترت حارس خلينا نختار حارس يا رب حارس يشبك صار يا جماعة هو مو أول حارس بس آيكونات عادي تمام فخليني أخذه لد آيكونات والله شيء أسطوري وبداية جداً حلوة يا رب يرجع يطلع لي ميسي بس مرة تانية خضيين هذا آخر مركز آآ المدرب هون صار ما بحسن اختار من هلأ؟ لا أكيد لا أكيد لا بسم الله بواتينج 84 صار يا حبيبي هلأ ممكن نزله هو كيميتش يعني ممكن ليش لا بقي لي لعبين تماما آآ مفورم بس ما بحسن أخذه لازم أني أخذ لوكاس دينيا بريتنج 83 وعندي حارس عندي فاندرستار إذا بيجيني أهوة ما رحقول لا قبلاك 91 ممتاز ممتاز هل ممكن أني نزله ولا التناغم والله التناغم رح يتأثر بس التشكيلة والله أول تشكيلة درافت بي فيفا عشرين تعتبر جداً ممتازة بصراحة وأنا هذا اللي شايفه آآ خلينا نحط هذا هون أيوا هيك 188 وصلت يا سلوم خلينا نختار مدرب الآن بسم الله دوري إنجليزي أو إسباني في دوري إسباني من اللي نقصوا تناغم آآ تشكيلة كلها تناغمة كامل مع هذا الظهير هذا اللي نبع مانشستر سيتي فعلى كل حال رح أخذ هذا المدرب بالنسبة للنيمار رح شوف إذا بحسن نزله أساسي من الآن فبيكون شي ممتاز رح منحاول فهذا 188 تقييم النهائي أبرز لعبين بيلي كانتي وأبلاك إذا في أي تعديلات لحيلكم عليها إذا ما في أي تعديلات منطلق المباراة وإن شاء الله إنه نحسن مبدع ونفوز بهذا التحدي جماعة ما في أي فرق إذا نزلت نيمار مكان أسنسيو كل التشكيلة هيك نفس التناغم يعني خلي أساسي نيمار بتحمس إنه يجرب نيمار نيمار لأنه كل سنة بيكون خفيف وهالسنة يعني اللي بيقوله إنه اللعب صار أخف فيه ممكن شوي أو أتقل شوي ما بعرف إن شاء الله إنه يكون أخف بظن إنه يبدع معنا خلص تشكيلتنا هيك جاهزة خلينا نطلق على المباراة بيبي سعلا نلاقي خصم أو أخيرا أي جاد شوف الطريقة كيف صارت هي بحسن أنا اختار طاقمي وطاقم اللي ضدي طيب طاقم الخاص بك رح أختار الطاقم الأسود وطاقم اللي ضدي بحسن اختار له أي طاقم خلص خليه افتراضي وخلينا نعمل تقدم إن شاء الله الأطعم ما تكون قريبة مبزع إنه قريبة فور عن تشكيلة هون يا جاد على قوة والله أول من تشكيلتي هاي عنده فندايك بالدفاع وعنده ألدرفيلد وشوف أظهرته سريعين دخية حارصه عنده بيلي وميرتنز وستيرلين وجيكس شوف السرعات اللي عنده والله يستروا إن شاء الله نحسن نقدم مستوه أول مباراة لإليها أول مباراة حطوا بيبالكن إنه هاي أول مباراة شوف الإنترو كيف اختلف خلينا نحط ستارت ونبدأ تبدلاتنا أهم شيء نحن مين بدنا ننزل أصلا آآ كوليبالي عمفكر نزله مكان فيرتونخن تمام ما ليعرفان هل نزله ولا لا طيب رح نزل كوليبالي والله هذا زجينكو كمان طاقته سيئة رح تكون طيب نزل كوليبالي ظهير ما في مشكلة حاليا يعني رح مجربه كظهير ننزل كيميتش والله مشكلة نزل كيميتش ونزل كوليبالي مكان هاد قريبا هيك خلاص كاميرا ظابطة كل شيء ظابط المفروض بسم الله منبدأ يا حبيبي اللعب فارق مبين انه فارق اللعب يعني عن فيفا تستاش ما يكون في قليتشات وهي والناس تعلمتها وأنا لسه عدت شوي تحولت الكرة إلى خرج الملعب لا ما لهذا بس اوكي 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 اشغال رح 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 ستيرلينك رح جل سلام على السرعة جاني باندايك ان شاء الله ما يكون أسطوري مثل السنة الماضية ما هي الحركة اللي بدي عملها ما هي عندي بويول عندي بويول بويول الله أول هدف يا جماعة من بويول يا السلام يا سلام يعني أنزم تسألوني شو توقع مش مين اللعب لما توقع فيه تسجل أول هدف مستحيل إلي أن يسجل بلعب مدافع أول هدف لإلي أول هدف لإلي بيكون من ركنية شيء جداً أسطوري والله هنا طحب يلا يلا معنا 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 يا رب ما تطلع بسرعة لا 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 مرتدك أني شايف بلاه حلوة 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 قدرة ممتأذة في قراءة التبريرات خط واحد نيمار قديدة من نيمار كيف؟ 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 حدا يفهمني كيف حطا؟ الله عليك نيمار لا أنا توقعتي شوطة يعني لو بدأت تسجل ما رح تنشاط أرضية بس والله يسجل شوف كيف؟ والله رهيب واضح أني مستوي أحسب من السنة الماضية إذا هي أو طريقة اللعب بتناسبني أكثر من فيفا 19 الله يعني يكون هيك ما يكون صدفة هرب 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 بلاي هرب بلاي هرب بلاي تبحث على أقدام المحسن الله عليك يا حارس حلو هلوي يا رب عندي يلا بلاي يلا ما جربت بلاي لحد الآن هلوي هلوي إذا بتوصل يا سلام يا سلام استلم بس استلم بس روح 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 خطي انتبقتل كيف؟ يا الله والله والله يلاب حلول الخصم والله يلاب حلو لا 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 يا جماعة أم هجم الحارس أم طلع لأخارج منطقة الجزاء الرغم من أن الفارق كان بسيط جداً لكن بالفعل لعب كان متقدم عن آخر مدافع على طرف الملعب بسرعة بس بسرعة ممتاز رحيم ستيرلين حلو 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 يو 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 trillion أسطوري الله أتكي تاكلي مثل هيك يس هلو ثلاثة صبر من أول 30 دقيقة جيكس بلي حسناً جيكس تnisو قبل أول كتب وصلت أول الأدفانته سنصف صعب يلا 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 هارف ستيرلين سلام عليك يا الله أجاني هاي 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 يا جماعة ما احد عم يضغط عليهم اذا ما انا حركت اللعب ما احدا بيتحرك مرة اخرى الى دراك يا لحي يا حارس يا حارس يا حارس يا طيب هجوم اعمل اي شيء والله اذا بتققى قولتاني هلأ عيب والله عيب ساعتا لا 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 ارسلها قوية لان في طريقها للحارس هلا ترعوا ما اضل اخر الوقت هلا ترعوا ما اضل اخر الوقت كونه تذهب للخاصة دون معانا بعد تمريره السيئة يا جماعة بدل على قلب الدفاع كيف انت بروينر معقلات حلوة ممكنكم فرصة خطيرة الان يا الله صفر يا حاكم صفر صفر اذا بتلقى قولتاني هلأ رح شيل شيل خلاص خلي صفر يا الله لا 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 خلاص خلي صفر والله بيكفي طيب هاي الاحصائيات يعني شوفوا بس الاحصائيات انتو قريبة نوعا ما بس بصراحة انا ضيعت كثير فرص يعني كان ممكن خليها هاي شو صار كممكن خليها اربع صفر مو ثلاثة واحد واجهة نيمار موجود والكر هو بصراحة يعني مدايع بشكل كبير فرح خلي تشكيله على حاله ما بظن اني رح ادل أرثر ما بعرف كنت حاسس انه رح يكون افضل من هيك بس ما كان اذا رح يكون قوية مرت قريبة من المرمى كانت تحت اجنة تقا اكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب شاي لوكر انطلق على الطرف ممكن يلعب لكرة عرضية لا 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 اوماي جود والله اللعب كتير سريع شوف كانت 3-0 كانت 3-0 حرام هاي بلشوا والله يبلشوا اللعبة يتغابوا والله اصبحوا على بعد هدف واحد ايوه هلا بتلقت الهدف التالت وخلص الله عليك فاندرسار أخيرا صدي يلا يلا نيمار لا تلي اف سايد لا تلي اف سايد والله ما ناصه الله عليك والله اف سايد والله اف سايد كرة القدم تلعبوا بهذا الاسلوب اف سايد ما له داعي اف سايد ما له داعي هلأ هي تسلب احتسبها الحكم وبالتالي هدف غير سليم في اللغة الماضية لازا بتلقى تعادل فعليا راح ازعاد بس بعد الاف سايد هاد رحيم ستيرلينك كرة عرضية في الماضي والله ما لا داعي هدف اف سايد يجاني بيجي بعده بيجي بالتعادل لش هيك اللعب هون يا لشي لعدوا لعبوا مثل الناس ولا اي شي لعب الاخر انتهوا حسيتهم شوف شوف كيف فتحين الدفاع شوف خط واحدة تحكم بيطبق ممتعي تحت الفرصة والله بيتوصل 20 دقيقة كل ما تتبقى على نهاية تحداث اللقاء كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل تحكم بيطبق ممتعي تحت الفرصة يلا بيلا 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 واخيرا الرابع واخيرا ثلاثة الصفر يرجع يتعادل ثلاثة ثلاثة والله يعيب عليه يعني واللعبة الصراحة تغابت كثير ما بعرف شو ست تحكم بيلا 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 عندك عندك بيلا عندك بيلا واخيرا الخامس هاي هدفين واربعض هيك من اهداف مباراة يا جماعة هاي اول مباراة لي هيك هاترك لي لا يا 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 مأر سجل كمان ومدري من سجل هدف كمان يلا هذا بص ممتاز لا 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 الله انت أسطورة سلام. يا سلام. يا الله. يا السلام على أداف السلكان. مثل ما هو سجل ثلاث أهداف وربعض نحن منسجل. يا السلام عليك بوكبا. حرفيا المباراة لا تعكس أدائي الحقيقي ولا حتى أداء الخاصة. ما بتعرف كيف هيكل هجمات عم تجي هون. واللعيبة هي رجعة تتفرج. واللعيبة هي رجعة تتفرج. يلا يلا هاي هجمة تجول هاي هجمة تجول. لا والله هي وصلت والله هي وصلت ما بعرف كيف. مار الله 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 الله. هضي تحية بس وهي أول تحية بفيفا عشرين يا حبيبي. شوف وأخيرا زبطت معي فيفا دستاش ما زبطت بعمل ترنادو. وبعدين حركة دانية ما بتزبط هلأ زبطي. ها 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 لا توقفوا تفرجوا بويول أسطوري يا جماعة بويول أسطوري. او مي جود هاي الحركة هاي الحركة. دي. فص ارت عليه الحجمة كمان. يللعي الضوء بس ان ليحها يهجمة كمان. يلا روح روح هجمة. ا SAN AL iba اصابme الحارس. كيف ضدهاar. يا جماعة. يا شباً للمليانك للشات والله العظيم لا إله إلا الله هتركين بمباراة واحدة تشيل يا ولد تشيل بليه يا شباً على المباراة من الأهداف بأول مباراة إلي بفيفا 20 سبحان الله سبحان الله كيف ما حدا بيعرف مرتز برسل كان 3-0 سنة 3-3 بعدين صار 8-3 بليه هاترك نيمار هاترك بوكبا هدف وبويول أي صح سجلي بويول هدف الأول اللي صار على هدف مين بليه هدفين ستيرلينغ صار على ثلاث أهداف بليه هدفين ونيمار هدفين يعني بليه ونيمار شارك كل واحد منهم بخمس أهداف بها المباراة تمريرات أعلى واحد من 29 تمريرة لبوكبا أوكي متوسط تمريراتي السنة الماضية كان يكون أعلى بيمكن بشوي وهو أعلى لحد عنده لعب مرتز سبعة وثلاثين تمرير حرفيا هو الخاصم والله يلعب حلو بس هذا اللي صار بالأخير شوفوا كيف هاي الأحصايات عندنا أحصايات فيها أفضلية 15 تسديدة 13 منهم على المرمى فهذا الشي يعتبر حلو وبقيت الأحصايات أيضا جدا ممتازة فعلى مهم هيك ندر أن نصلنا إلى هذا المقطع حرفيا لسه المستوى أكيد ما رح يبين مباراة تمام يعني ممكن مستوى أني سيكون أفضل من هيك بس نتعود شوي على طريقة اللعب لأنه في فرق كثير عن الديمو لا تفكروا أن الديمو كانت يعني في شي كبير من الحقيقة بلعبات فيفا عشرين عرفيا فيفا عشرين ديمو في كثير فرق عن فيفا عشرين الرسمية فعلى مهم هيك ندر أن نصلنا إلى هذا المقطع لا ترسل ليك واشتركوا بالقناة إذا ما اشتركتوا وكتبوا لي تحت شبكوا تحديات في الفترة الجاية غالبا أنه رح ينزلكم آخر تحدي بفا تساطعاش يمكن أن ينزلكم بكرة رح يكون آخر تحدي فوت درافت بلاعبة فيفا تساطعاش حاول أن نزلكم يا بكرة فشكرا جميع اللي يتعوا على المقطع فبس هذا اللي كان عندي اليوم بأمان الله اشتركوا في القناة